السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معكم مزن المصر تحيات الكل المتابعين هنتكلم عن زلزال دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمكم فيه بتاريخ النهاردة 5-1-20-23 زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس رختر في جنوب اليونان وفي بعض الدول اللي هتتأثر به او من الممكن ان تتأثر به والزلزال ده بلغت قوة وزي ما قلت لحضراتكم 4.1 درجة على مقياس رختر في منطقة اسمها لطوانيا في جنوب اليونان وافاد المعهد الجيو ديناميكي التابع للمرصد عن ان الزلزال وقع الساعة حوالي 3 صباحا وهي قرية سحلية على الطرف الجنوب الشبه جزيرة 8 وعلى عمق 5 كيلو مترات كان هذا الزلزال وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الخريطة كده احنا بنوضح بعض الدول ولكن في بعض الهزات الارضية ادي بالنسبة للمغرب ممكن تحس شوية بعض الهزات الارضية او الزلازل لان في حدودها مع اسبانيا وزي ما تكلمت قبل كده قلت ان في بعض الدول العربية ممكن يكون لها هزات ارضية او ممكن تشوف هزات ارضية بعد يعني ايام وان شاء الله ما يحصلش الى الخير لأهل المغرب وادي اسبانيا كمان لكل الجالية العربية اللي موجودة هناك فيها بعض الهزات الارضية وايضا وانا بكلم حضراتكم دلوقتي في الوقت الحالي في زلزال في ايطاليا والدرجة بتاعته اربعة ريختر ايضا بعض الزلازل اللي في الدول اهي قدام حضراتكم الاوروبية ده اذا بصوا كم زلزال في ايطاليا مش واحد فيها 20 هنا بلس هزات ارضية وكمان هنا فيه في المنطقة دي 10 ولكن زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله لا يحدث الا الخير الزلازل في اليونان دائمة الحصول وانا بتكلم عليها على طول وزي ما بقول لحضراتكم لهذه المنطقة نشطة زلزاليا وكمان هنتكلم خلال الفيديو عن هذه الاماكن ايضا كرواتيا فيها ممكن نشوف فيها بصوا فاضية خالص ولكن ممكن في الايام اللي جادي بيحصل فيها في ناسة تقولي طب احنا مانا ومانا كرواتيا نتكلم بقى عن الدول العربية ولكن كرواتيا من ضمن الدول اللي ممكن نشوف فيها هزات ارضية قوية في الايام اللي جاية ادي بالنسبة تركيا ممكن اهل سوريا ولبنان يحسوا في الايام اللي جاية ببعض الهزات الارضية ودي مجرد الخريطة الزلزالية اللي بتقول كده مشانة ولكن كمان الامارات ادي فيها هزات ارضية وكم فيها هزة ارضية في ايران او الحدود بتاعتها 3.9 رختر وقادي زي ما بقول لحضراتكم الدول العربية اللي ممكن تحس بالزلازل ادي دبي اه او الامارات يعني وان شاء الله لا يحدث الا الخير ليها وكل الدول لبنان سوريا اه ممكن هزات ارضية على مصر وكمان بعض الدول العربية هنشوف المجموعة اللي معانا من الانباء ونرجع نتكلم عن مجموعة الزلازل ولكن لو انت لسه بتشوفنا دوس لايك للفيديو علشان ندعم القناة وندعم الفيديو تقديرا للمجهودات من شوية كده في سيول وفيضانات في المملكة العربية السعودية وبنوجه التحية والاحترام لكل اهل المملكة زي ما حضراتكم شايفين كده سيول وفيضانات والتزام بالمنازل اللي بيحصل في المملكة العربية السعودية بنوجه لهم كل التحية والاحترام منذ دقائق السيول في السعودية لم تتوقف وكل الناس عارفة الموضوع ده ولكن في مقاطع فيديو يعني موجودة لسيول عارمة خاصة في المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة وقالت الارصاد الجوية ان الانزارات الجوية اصدرت وناشدت قوات الدفاع المدني المواطنين بقال لا يغادروا المنزل يعني الافضل انهم يبقوا عادين في المنازل وكانت قد شهدت جدة والمدينة المنورة حالتين من الامطار الغزيرة وشفنا بعض المواقف لانقاذ اطفال في شاب جدع اسمه مازن برضو على اسم يعني فانقذ طفل كان مشهد من المشاهد يعني الاهل المملكة العربية السعودية معروفين بشهمتهم وجدعانتهم ولكن المشهد ده ابرز ده للعالم كله ورغم ان مناخ المملكة العربية السعودية اتسم بتاقس الشبه جاف الى صحراوي يعني في الايام اللي فاتت دي كان بالتاقس اثبت عكس ذلك تماما في انخفاض شديد في هطول الامطار وفي درجات الحرارة واسناء مناطق اسمها سيرو الاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة ولكن يعني اهل المملكة بيعتبروا ان هذه الامطار خير ولكن بيبقى صعب جدا لما تبقى الفترة طويلة او الناس والمؤسسات مش واغدة على كده او مش متعودة على هذه الاجواء المناخية الصعبة فبنوجه التحية الاهل المملكة ويا ريت اللي بيشوفنا من هناك يطمننا عليهم باذن الله ده بالزبط من ساعتين منازل تساوت بالارض زي ما تشافين كده ما منجيبش حاجة من عندنا المصادر كلها موجودة قصادكم ارتفاع دحاية تفجير الصومال الى 35 قتيل لدرجة بصوا دي مشاهدة حقيقية المنازل بقت متساوية مع الارض بصوا الكرسى الكبرى يعني اعلانت الشرطة الصومالية ارتفاع عدد قتلة تفجير سيارتين مفخختين في حتة سماهيران الى 35 شخص واضفت انه سقط عدة منازل تساوت بالارض جراء التفجيرات في منطقة هيران بوسط البلاد وقال محمد ادم قائد مجموعة مسلحة بالقوات الحكومية 35 شخص بينهم عناصر في القوات الامنية ومدنيون قتلوا في التفجيرين وقال عدنان مراسل احدى القنوات من مكديشيو ان السيارتين استهدف منزل رئيس البلدية ونائب برلمان الصومالي كانت تفجيرات مفخخة مقصودة يعني والقوات الشعبية المنهضة لحركة الشبابية الارهابية واضاف ان الحركة الشبابية الارهابية اعلنت بالفعل مسؤوليتها عن الحادث اذا انها لم تكشف اي تفاصيل تتعلق بالهجوم يعني ربنا يهدي الحال في كل الدول العربية الناس يعني السومال فيها مجاعات وفيها اشياء غريبة جدا ولكن زيان بقول لحضراتكم كل واحد دماغه هي اللي بتمشي ربنا يهدي الحال والفكر ده كله يتلغي وينتهم العالم كله باذن الله اقوله امين حاجة من ضمن الحاجات الغريبة برضو اللي احنا بنشوفها النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده بعد حديث بايدن عن موته تصريحات امريكية هامة عن احياء الاتفاق النووي الاران طبعا بنوجه كل التحية لكل اخواتنا العرب اللي موجودين في امريكا وفي كل دول العالم ولكن بنجيب هذي الانباء عشان الناس تبقى داريانا واهل العراق كمان بيحبوا يشوفوا انباء واخبار امريكا واعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية اسم نيت برايس ان واشنطن شطبت احياء الاتفاق النووي من اجنداتها وستركز على مواجهة التعاون العسكري بين ايران وروسيا وقال برايس خطة العمل الشاملة المشتركة كانت خارج جدوان الاعمال لعدة اشهر حتى الان وعلى رأس جدول اعمالنا الان بس لكل ما في وسعنا لدعم حقوق الشعب الايراني ومواجهة التعاون العسكري التقني المتنامي بين ايران وروسيا واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن في وقت سابق موت يعني ايه بها الاتفاق النووي الايراني وقال يعني هو موت الصفقة دي وقال ان صفقة احياءه انهارت يعني منذ امد بقالها كتير وانه فضل عدم الاعلان عن ذلك رسميا وتزعمت الدول الغربية تصدير ايران مصيراتها الى روسيا لاستخدام في اوكرانيا ونفت روسيا وايران صحة هذه المزاعم ادي مصادر الاخبار اصلاح حضركم اسمه نوف سيتي وكمان نقلوا روسيا اليوم مش ده موضوع ولكن كل الموضوع ان العالم اليومين دول بيحصل فيه اشياء واجواء غريبة جدا ربنا يسترها علينا وعليكم وعلى كل دولنا العربية اكتبوا لنا بتشوفونا من انهي دولة واحنا متابعين مع حضراتكم متابعين مع حضراتكم النشاطات الزلزالية وكل اللي بيحصل في العالم وانا بكلم حضراتكم دلوقتي في في الاسكا زلزال علشان برضو الناس او الجلية العربية اللي كتبت لنا طمنونا يا ابني على احدى الولايات قدينا بنجيب كل حاجة فيه في ولاية الاسكا دلوقتي هزة ارضية بسيطة على اتنين من درجة ريختر يعني حاجة لا تذكر ولكن هي دلوقتي حالا وانا بكلم حضراتكم وايضا في نيوزلندا نيوزلندا 3.2 يعني برضو هزة ارضية وانا عارف ان ممكن ما يكونش فيه حد من نيوزلندا بيشوفنا ولكن يا ريتي يكتبونا او يكتبونا يشرفنا طبعا كل الناس اللي بتكتب لنا الدولة بتاعتها كنوع من انواع نحنا نبقى عائلة واحدة اسرة قناة مساء الاخبار معاكم وامتابعين معاكم كل جديد وكل اللي بيحصل في العالم لحظة بلحظة وقدي النشاطات قدي الوطن العربي هو علشان اللي حابب يعرف اي دولة الحمد لله حتى هذه اللحظة مفيش اي حاجة اليمن ممكن تشوفها الزات ارضية ايضا ما تكلمناش عن دولة اليمن المملكة العربية السعودية يعني مستبعدة شوية ولكن كل الخوف على هذه المنطقة اللي بجوار مباشرة ايران بجوار تركيا الدولة اللي عليهم الالة ايران وتركيا هما الدولة العربية القريبة من هذه المناطق مش اقول تقلة ولكن هي دي الاماكن اللي ممكن يكون فيها يعني هزة ارضية ايضا وانا بكلم حضراتكم من دلوقتي في هزة ارضية بسيطة جدا في اليونان ولكن برضو لا تذكر اتنين على مكياس الاختر والمنطقة دي كلها مليئة ما يعتبرش زلزال هزة ارضية بسيطة جدا او ارهاصات من ضمن الحاجات اللي تذكر النهاردة بوتن استخدم صواريخ باتريوت دي صواريخ دفاعية والنهاردة كان اول مرة يستخدموها منذ سنوات كتير جدا يعني بقى لهم حوالي خمسين ستين سنة ما فيش حد يستخدم هذه النوع من الصواريخ النهاردة تم استخدامها وصحيفة بريطانية بتقول بوتن بصواريخ اسمها تيركون او تيرسكون دي اخترك دفاعات الناتو واكدت الصحيفة ان قرار الرئيس بوتن نشر صواريخ تيرسكون دي فارت الصوتية يمثل اختراقا لدفاعات الناتو البحرية ويمنع الغرب من التمادي في اوكرانيا وقالت الصحيفة يعني نشر تيروسيا صواريخ فارت الصوتية يمكن من اختراق الدفاعات البحرية ربنا يهدي الحل لانهما مش سكتين وزي ما بقول لحضراتكم يعني اللي جاي ربنا اللي يستر ربنا واحده هو اللي يستر علينا وعليكم وعلى الايام اللي جاي دي بشكركم جدا لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو ما تنساش تكتب لنا انا من احباب مساء الاخبار عشان اعرف ان انت تبعت الفيديو من الاول الاخر والناس دي بيبقى لها معزة خاصة عندي بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته